أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أمس أن 23 يوم السبت القادم هيكون أجازة بمناسبة 23 يوم دولة العيد السبعين للثورة واللي بناء على إيه؟ يعني فيه تهاني كتير تقدمت للسيد الرئيس وللشعب المصري خلينا نبدأ بتهنئة الكنيسة القبطية الأرثوثوكسية برئاسة قدسة البابا توضرو ستاني بابا الإسكندرية باتريارك الكراثة المرقوسية نهن الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة القوى الوطنية المصرية بمناسبة الزكرة السبعين لثورة 23 يوليو والتي كانت الباب ليحكم المصريون أنفسهم وتتخلص البلاد من الاستعمار وذكر البيان عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماع فيسبوك أننا في هذه الزكرة نرى بوضوح الدور الوطني التاريخي للجيش المصري والذي يقف دائما حارسا لحراك الشعب من أجل حماية مقدراته واختتم البيان بحفظ الله مصر شعبا وحكومة وسدد خطاها في طريق الجمهورية الجديدة بالحوار والاستفاف حوله على حب الوطن دي كانت تهنئة الكنيسة بقيادة قدسة البابا أما هنأ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة وأكد أن ثورة 23 يوليو المجيدة هي نقطة فاصلة في تاريخ المصريين فقد أعادت لوطننا العزة والحرية والكرامة وصروتنا ومقدراتنا هذه كانت تهنئة فضيلة شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب كما تقدم أيضا الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس الأمان العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة ذكرى الثورة 23 يوليو 1952 وقال أن الثورة يوليو 1953 المجيدة سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب وقواتها المسلحة الأبية الباسلة حتى تحققت أهداف الثورة التي ستبقى عالقة في أذهان المصريين كما بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو العام 2022 قال فيها أن ثورة 23 مايو المجيد كانت وستظل إنجازا وطنيا مضيئا حمل لواءه طلاق على القوات المسلحة وأنحز لها جموع الشعب المصري العظيم لخلاصه من الاستعمار وتابعته ببناء دولة قوية تنعم بالحرية والريادة والتطور هذه كانت تهنئة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وبعث اللواء محمد توفيق وزير الدخلية أيضا ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة جاء بها أن الاحتفاء بهذه الثورة المجيدة إنما يجسد مسيرة العطاء والوفاء لإعلاء القيم الشامخة والمبادئ الراصخة في ضمير ويقين الأجيال لتحفظ العهد ولتبزل المزيد من الجهد لفتح أفاق غدا مشرق ومستقبل أفضل ينعم فيها المواطن بوحداته واستقلاله في عزة وكرامة كل سنة وحضراتكم طيبين ده العيد السبعين لثورة يوليو أكيد كلنا نشعر بهذا الفرق ودائما يكون الجيش هو الصباق في حماية وعرض كل ما يضمن الأمان والأمن للمواطن وللوطن وبعدها بينضم ليه الشعب المصري نفس اللي حصل تقريبا بعد 30 يوليو بدأت الحركة بالشارع غطبان خايف على البلد ثم انحز له الجيش وبكده أمن ثورته التانية واللي ممكن احنا عشناها أكتر